السؤال البعد كده بيقول اخرج بعض الصدقات بقدر ما استطيع انا وزوجي ولكني اشعر بالحزن والاسى على الناس الذين يعيشون في محيطي في الشوارع وعلى الارصفة بعضهم بملابس ممزقة وبعضهم بدون غطاء او طعام مما جعلاني اشعر بالذنب داخل منزلي على انني وغيري منعامين من عند الله وغيرنا يعيش في مأساة فماذا افعل للتخلص من هذا الاحساس مع العلم انني اتصدق بقدر الامكان انا وزوجي انا شايف الحقيقة المبالغة في هذا الاحساس هو المضر ان انت ما تقدرش تستمتع بنعمة ربنا لا الله سبحانه وتعالى قال وَلَا إِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ فانت عليك ان انت تشكري نعمة ربنا سبحانه وتعالى مش تعتبر ان النعمة ربنا دي انت مش مستحقها ده ما يجوش شرع او تعتبر ان النعمة ربنا طب ازاي الداني انا نعم والناس الاخرين ما عندهمش لا ولذلك انا اقول لحضرتك الحل بس عايز اقولك ان هذا الشعور المكدر لك في حياتك اذا كان هذا من قبيل يا رب انا افتقر اليك ان انت تطعم هؤلاء وتكرم هؤلاء وتجعلهم في حماك وتجعلهم في رضاك وتجعلهم في كنفك وتجعلهم في عين عين حصنك حصنك الذي به تحصن العباد فلا يصل اليهم اذى ولا يصل اليهم وجع ولا يصل اه كده لطيف هذا شعور رطيف ان احنا نتزلل الى الله عشان ينقذهم لكن انا لو دخلت زيهم وبقيت بلا نعمة وترميت جنبهم انا هم استفادوا ايه ولا حاجة يبقى الصواب هو ايه اللجوء الى الله والدعاء لهم بظاهر الغيب ومساعدتهم بكل ما استطيع فاذا انا فعلت هذا اعملت الواجب علي شرعا لا يكلف الله نفسا الا وسعه فانت مش مأمور ان انت تكلفي بشيء ازيد من وسعك وانا شفت ناس كتيرة اخرجوا من مالهم وافسادوا حياة اولادهم لا احنا لازم نتعلم ان خير دينار دينار انفقته على اهلك فانا لو حزين على اولئي الناس يبقى انا لازم اقوم بالانفاق على اهلي طيب نعمل ايه بقى نعمل ثلاث حاجات اول حاجة انا شايف ان احنا لازم نعملها ان احنا نأتي انا والاولاد ويبقى عندنا قدر مما ان احنا عندنا هذا هذا الشعور الذي لدينا من ان احنا بنحب ان احنا نتصدق ونحب ان احنا نساعد الناس على طول من انا وصغير من اولادي ومنا ومنا وصغيرين نتعود ان احنا نخرج قدرا من المال ولو كان قليلا وهذا المال نعمل ايه نعمل به ونتصدق به كده يبقى انا عملت ايه نشأت اولادي وانا كمان مارست هذه الصدقة دائما طيب الحياة التانية هو ان انا في نفس الوقت اقرأ بشكل واضح عن كيفية عمل التطوع وايه افضل المجالات في مجتمع زي المجتمع المصري اتابع الاخبار فاشوف ايه افضل اماكن التطوع فاقوم بهذا التطوع لان لو شفت الناس اللي موجودين دولا احتمال يكونوا للأسف من المتسولين فما يكونش الشعور اللي انا شعرت به دوت شعور ايجابي ولا شعور صحيح ولكن اشوف جهات التطوع الصحيحة واتثقف واعرف كيف انا اروح معها الامر التاني ان من الحاجات الجيدة في اللي انا فيه دوت ان انا يكون عندي حلم حلم ان انا اعمل مثلا كيان تطوعي او جمهية خيرية تخدم هؤلاء الناس فما اسألة الاستدامة في الخير مسألة مهمة جدا 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 يبقى ثلاث حاجات احنا لازم نعملهم ونعملهم بجدية ونعملهم بقوة وهي الكلام اللي احنا بلنا عليه دوت ايخلي نفسك تيزول عن هذا الاحساس مش يزول الاحساس لكن يصل الاحساس دي الى الاتزان وإلى كمان الى ان احنا الاستدامة وان احنا نستمر ونحقق قوله صلى الله عليه وسلم خير العمل ادوامه وانقل اشتركوا في القناة